وبالحديث عن التراث اليوم منصلت الضوء على فكرة التراث من خلال الأزياء وتوظيفها أيضا بشكل عصري وداعم للاجئين اليوم معنا جينا برجيري سعد صباحك جينا وخضرتك وصممت الأزياء اللي تقلقتي بهذا الموضوع وبدعمك أيضا وتمكينك للسيدات أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الخير كل عام تبقى ألف خير وأنتبقى ألف خير يا رب أهلا وسهلا فيك يا جينا بداية نحكي لنا عن الفكرة كيف بلجت أنت في أستراليا بلجت هاي الفكرة قبل أربع سنين يعني تقريبا كيف بلجت الفكرة معك بلجت فكرة المشروع هلا كنت هون أشتغل بالبنك وكنت أدرس تصميم أزياء بعد الدوام بعدين لما رحت تزوجت ورحت على أستراليا ب2018 كنت بدور على شغل وبعدين لحسن الحظ بحكي عشان هيك بلجت البراند ما طلع لي أول كمان شهر شغل فكنت لسه بلجت جديدة ما بعرف حدا فبدي أطلع بدي أشتغل بدي أتعرف على ناس فبلشت أطوع بواحدة من المنظمات أني أساعد الستات اللاجئات والمغتربات بحصص الإنجليزي بس أساعدهم أنهم يطوروا لغتهم الإنجليزي وأساعدهم بالكلمات بعدين صاروا يحكولي الستات أنهم برضو هم عم بدوروا على الأشغال وقدش عم بيواجهوا صعوبات فحسيت كثير مع الستات لأنه أنا عم بواجه نفس الصعوبة أني عم بدور على شغل بنفس الوقت فبلش يحكولي أنه هم في عندهم مهارات مختلفة طبيخ حلوة خياطة فأنا ست أفكر أنه إيش فيه إيش ممكن أني أساعد الستات فبعد كم من أسبوع عرضت فكرة المشروع اللي هو الومنز فاشن بروجيكت لدعم الستات أنهم يطوروا مهاراتهم بالخياطة وتصميم الأزياء لوحدة من المنظمات بالولاية أنهم نجمع الستات ويصير أدعمهم بالخياطة والتصميم الأزياء هذا في 2018 شهر 8 بلشنا المشروع والحمد لله المشروع لسه مكمل بنجاح وكلهم بدعم الحكومة الأسترالية بجينا من جهات مختلفة الدعم والفوندين مهتمين بالفكرة بس إحنا رح نشوف بعض من القطع اللي بتصمميها الملفت بكلامك أنه أنت كان في عندك هذا الحب للتصميم والتراس لكن دلوا مخبلة إجا وقته أنت أصلاً كنت تحبي موضوع الرسم والأزياء من أنا وصغيرة عمتي خياطة بك بلشت بالسلط وبعد ما بلشت المشروع صراحة صرت أحكي لها أنه أنا بدي أعمل هيك 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 فصارت تقول لي أنه برضو هي كانت تعلم الستات بالسلط وكانت هي ساكنة جمنة بالشأة وكان كل ماما بتعمل كروشي ثنارة وعمتي الثانية تطريز من أنا صغيرة وعمتي الثانية خياطة فشوفت هذا الأشي وحبيته كثير يعني صرت أصمم أشياء أخذ أسرق من عمته كم من أماشة أحطها أعملها فساطين أشياء والتصميمك متعلقة بالتطريز والتراث بشكل عام مضبوط جينا لما روحت هناك صراحة بتتعلق أكتر بالثقافة بتتعلق أكتر بالبلد فبتصير أنه بدك تتورجي الثقافة وهناك كثير يعني الحلو بأستراليا أنه هي أول دولة بالعالم وأكتر دولة فيها تعدد ثقافات فكثير حبيت هذا الأشي برضو وحبيت أورجي أنه قداش فيه عندنا إحنا ثقافة حلوة والتطريز يعني معروف كثير طيب جينا على شو بتأتمدي بالتصميم نفسه نحن بنعرف الأثواب في المنطقة اللي احنا فيها في بلاد الشام متعددة وفيه أشياء من الشمال وأشياء من الجنوب حتى القرى نفسها فيها يعني تطريزات مختلفة أشكال مختلفة فعلى شو بتأتمدي بحس صعب يعني المجال بستوحي المجموعات تبعتي من ثقافات مختلفة كل مجموعة لأنه صراحة هذا الإشي كثير حلو أنه بتعلم كثير عن ثقافات هذا كثير إشي بحبه أنا فالمجموعات مستوحى من ثقافات ومدن مختلفة بالعالم أنا باخد مثلا الأبة من ثقافة معينة بعملها بطريقة بتخلط يعني في خلط مودرن وفيه ثقافة يعني وطبعا اللمسة تبعتنا الخاصة اللي هي التطريز وإحنا أول براند بكل أستراليا أول مصمم أردنية باستعمل التطريز بأستراليا حلو هذا الأصال حكي هذا يلفت الأنظار ويجعل موضوع التسويق يمكن كمان أسهل كثير صراحة كثير في إقبال على التطريز بأستراليا من جميع الثقافات كثير بحبوا التطريز لأنه أول شيء بيشوف نحن رح نشوف مجموعة من الإطاع الموجودة معنا وبالفعل دايماً صاير حتى عند الجيل الجديد بحب يلبس التطريز وأي شيء له علاقة بتراثنا تحتينا أكثر عن الإطاع اللي عم نشوفها جينا هلا الإطاع كلها زي ما حكينا كلها فيها لمسة التطريز وكمان فيها بتكون كلها تصميم حديثة عشان برضو تلائم وتجذب الناس وستات باستراليا الفساطين كلها مودرن عليها اللمسة التطريز بتكون فساطين صهرة منحط عليها برضو اللمسات زي الفلسطان اللي شايفينه هلأ نعم احنا عم نحكي هون عن حتى إطاع يومية مش شرط لمناسبة رسمية كتير أو ليلية مضبوط صح هلا بنقدر احنا نعمل الإطاع كلها حسب الميتورد حسب الطلب نعم فأي إطاعة على الويب سايت بقدروا يعملوا لها أوردر بكل أنحاء العالم نقدر نوصل ونصممها للسيدة نفسها شل ويب سايت جينا؟ جينابرجيل.com.au جينابرجيل.com.au تمام فيما يتعلق أيضا بموضوع المشموعات يعني عندك مجموعتين وعم تشتغل على المشموعات الثالثة فهذا الحلو يعني كمان تصيري تتعلمي مهارات جديدة برضو كمان هلأ الأواعي اللي عم نشوفها شغل ماكينات هذول أول أول تو كولكشنز إن شاء الله هلأ الكولكشن الجاي رح تكون في منها هاندمايد شغل إيد تطريز شغل إيد ستات باستراليا وستات بالأردن كمان إن شاء الله حلو وفيه تصميم رح تكون شغل ماكينات حلو جينا بحب تحكي لي لو سمحت عن الدعم اللي بتوجهي من خلال هذا العمل يعني أنا اللي فهمتوا إنه أيضا من خلال عملكم في جزء بروح لدعم السيدات نفسهم اللي عم بيشتغلوا هذا الشغل كيف تدعميهم؟ طبعا صراحة يعني الستات هناك بتعرف كل فصل دراسي بالحصص على مجموعة ستات جديدة والستات اللي بيكونوا معنا صراحة هم عائلتي هناك يعني بحبهم كتير يعني وقلهم شكر كتير كبير بدعمي لأنه هم اللي عم بيجوا بيساعدوني وصراحة يعني عنجد بشكرهم كتير بعشرة بالمية من كل مبيعاتنا بتروح لمنظمات لدعم المشاريع اللي بتساعد الستات حالو نعم برضو ستات بدعمهم بأنهم يدوروا على شغل باستراليا معنا أو مع براندز تانية أو مع مشاغل تانية بتعرف عليهم من خلال المشروع أكترية الستات أو أنه بساعدهم أنهم يبلشوا ذرون بيزنس كمان ومشاريعهم الخاصة حالو حالو تعرف بدي أحكي لك نيالك لأنك قادر تجمعي بين أحلى شغلتين الشغف ومساعدة الآخر بقول لك مستهيل بالحياة تكون مبسوط إذا مش عم بتساعد الناس أو مش عم بتخليلي حواليك مبسوطين فقدي شعورك حلو أنه قدرتي توطفي مشروعك ويمكن حلو كان أنك تكوني مصممة مع تمكين المرأة بشكل عام أو مساعدتها بغض النظر عن خلفيتها الاجتماعية أو الثقافية أو جنسيتها حتى آه طبعا يعني هذا يعني من أكبر الفاليوز عنا أنه متعدد الثقافات أي حدا بنشتغل معه من ثقافات مختلفة من سوريا من عراق من أفغانستان من أفريقيا يعني هذا إشي صراحة مرات بنسى التصميم وبصير بركز مع الستات على الحصص يعني وهذا إشي كتير هيك بحطيني تحكي لنا عن هاي الإطعال الموجودة على الشاشة؟ هاي من أول كولكشن حبت أعرضها لأنه هيك فيها ألوان ومع العيد كمان صراحة لائم صراحة يس فسور ما في تطريز لا ما في تطريز عليها أوكي حالو حالو جينب أحب أسأل عن التوجه للروح الشرقية بالأزياء يعني منشوف كمان أنه فيه توجه عالمي للاتجاه للروح الشرقية نوعا ما في اللبس لأنه بيحسوا الناس أنه فيه معنى أو فيه أصالف الفكرة فهل بتحسي أيضا أنه فيه اهتمام بالروح الشرقية بالأزياء بشكل عام وحتى مثلا للسيدات الأستراليات اللي ما بدهم يلبسوا عربي ولكن يكون فيه إشي شرقي آه طبعا صراحة فيه كتير يعني هاي الفكرة أنه إحنا أنا حبيت أني أعمل إشي عصري عشان يلفت انتباه الستات اللي بأستراليا من ثقافات مختلفة أنهم يسألوا عن التطريز لأنه أول سؤال بيسألوني يا أنه هذا التطريز من وين أحكي لهم من الأردن وفلسطين ويسألوني أنه معروف من أي مدينة فهلا زي الأطعال اللي أنا لابستها برضو هاي من الكالكشن الجديدة هاي مطرز واحدة من الستات هي المخيطة للسوت والتطريز شغل إيد من برضو واحدة من الستات من سوريا بتطرز من عمرها 13 سنة تعرفت عليها بالمشروع برضو برضو يعني الناس بسيروا يسألوا أنه هذا التطريز من وين فمنحكي لهم بعدين معروف أنه أنه كل رسمة لها معنى طبعا وكيف بدل على البلد يعني لما تسألك أنه هاي التطريز من وين تحكي لها من سوريا تحكي لك مثلا أه سوريا إيش عم بصير في سوريا أو فلسطين أو الأردن قديش بفتح يعني أفاق وبيفتح مجال حتى لأنه الناس تتعرف على المنطقة كمان مش بس من ناحية الزياء والموضة تتعرف شو عم بصير بالمنطقة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا طبعا لأنه صراحة يعني فيه كتير ناس ما عندهم الصورة المزبوطة والواضحة بايش عم بصير أو فيه كتير بلدان آمنة برضو يعني فكتير بسألونا إنه طب إيش عم بيصير هناك أو كيف يعني الستات هيك عندهم مواهب فمنحكي لهم قديش عنا مواهب صراحة كتير كتير حلوة يعني من الستات وبلشنا كمان لأنه مشروع كتير كان ناجح بلشنا مشروع للشباب والشابات باستراليا برضو من خلفيات متعددة مشروع أيضا مرتبط بالأسياة آه برضو مندعمهم جينا شرفتينا وتحياتنا إليك والعملك كمان المهم اللي عم بتقدمي باستراليا تحكينا هيك سريعا عن مشروعك ومجموعتك القادمة إن شاء الله المجموعة القادمة رح تكون برضو كلها شغل الستات فيها رح يكون تطريز شغل إيد كتير وإن شاء الله كمان رح يكون تطريز بالأردن وباستراليا جميل والطلب والتواصل معك من خلال الويب سايت من خلال الويب سايت أو مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك نور تينا شكرا لكم كتير عاستوضاتكم